وصل الى القاهرة اهلا وسهلا يعني مصر مفتوحة للجميع لكن الوفد جاي بيتكلم على المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة سواء فتح وحماس والجهاد او فتح وفتح وكله يعني محتاجين مصالحة وكان وقعدوا في تركيا من فترة وقال لك يلا انت صالح وقاردوا انت صالحهم على بعض وعمحمود عباس رأى على تركيا واسماعيل هنية رأى على تركيا قال لك هيتم الصلح في تركيا في رحاب يعني مسجد لكن الحقيقة يعني انه لم يتم مصالحة ولم يتم انتخابات ولن تتم مصالحة ولن تتم انتخابات ليه لانه النواية والادارة والارادة السياسية الحقيقية انا في تقديري الشخصي غير موجود وفد حماس موجود اجتماع مع الجهات المعنية والاجهزة المعنية في مصر تاني بقول انه مصر دائما فتح ابوابها وزراعيها للجميع حتى لمن اساء لمصر حتى لمن اساء لمصر لكن لا ننسى احنا ما بننساش احنا دولة وفاهمين التفاعلات في المنطقة لكن انا بقول للاخوة الفلسطينيين والله عيب انه التنكر من بعض الفصائل لمصر عيب ما يصحش ما يصحش من اي حد فلسطيني انه يهاجم مصر ما يصحش من اي حد فلسطيني انه يروح يجري يتريمي في احضان اردوغان نكاية في مصر مصر ما تستهلش من اي عربي في اي مكان الا كل خير وحب واحترام يحزني اشد الحزن ان اجد عربيا في اي مكان في المنطقة العربية يهاجم الدولة المصرية وعندما ابحث واتحرى عن كينونة هذا الشخص اجده للأسف الشريد اخوان للأسف الشريد اخوان بشكل واضح لا يكره مصر الا اخواني ولا يهاجم مصر الا اخواني ومن على شاكلتهم بالتأكيد النهاردة حركة حماس بعتين لجنة وفد بيقول زي ما قالت حتى قناة العربية بتقول لتخفيف حدة التوتر مع الجانب المصر والله مصر متسامحة ومصر كبيرة بس فكرة الاخت الكبرى والشخيقة الكبرى انا ااسف يعني انا ااسف يعني احنا زهقنا من التطاول علينا زهقنا من التطاول علينا وتاني بقول انا لا اقبل انا شخصيا بتكلم عن نفسي لا اقبل تماما واحد يروح يحط ايده في ايد اردوغان نكاية ومكايدة في مصر انا شايف انها صعبة جدا دولة مارقة دولة يعني متزندقة زي تركيا وربيباتها قطر الاتنين بينفقوا مئات الملايين والمليارات وعندهم محتضنين المعارضة المسلحة ومحتضنين الناس اللي حملوا السلاح ضد المصريين وفتح لهم قنوات فضائية وتروح تقعد يعني للأسف الشديد حركة حماس جاية من احضان قطر واحضان تركيا خالد ماشعل واحد في حضن قطر واحد في حضن تركيا وهم الاتنين شغلين في هذا الاطار انا بقول يعني هل تستحق مصر منكم ان تهرولوا جميعا الى احضان اردغان في نفس التوقيت الذي يوجه سهامه المسمومة تجاه الشعب المصري هل هذا معقول هل هذا مقبول غير مقبول على كل المستويات وغير معقول على كل المستويات واحنا بنقول القضاء الفلسطينية مش قضيات كل وحدكم دي قضيتنا قبل ما تكون قضيتكم قولا واحدا لكن الهجوم على مصر او التطول على مصر او المكايدة ضد مصر او النكاية في مصر انك انت تجري تروح تهرول وتقعد مع اردغان وتقعد الكلام اللي بيتقال والثرثرة اللي موجودة على ضفاف الاندول اعتقد انه كلام غير مزبوط وغير معقول ولما يطلع السفير الفلسطيني سفير السلطة الفلسطينية في انقرة ويطلع بصفاقة شديدة انا اسف ما عنديش ما يمنعني ان اقول هذا كلام سفير فلسطين في انقرة تحدث بصفاقة شديدة طالبا من اردغان وواعدا الاتراك انه يتم ترسيم حدود بين قطاع غزة وبين تركيا على غرار الاتفاق وترسيم الحدود البحرية بين تركيا وبين ليبيا ما هذا العتة وما هذا السفة وما هذا الهراء هذه ليست سياسة وهذا ليس نضال وهذا ليس كفاح الكفاح لا يكون على اكتاف الدولة المصرية واللي عايز يعمل بطل يعمل بطل بعيد عن مصر اللي عايز يعمل بطل يعمل بطل بعيد عن مصر تاني بقول مصر الدولة الرائعة لكل الاخلاق مصر دولة الرائعة لكل المشاكل العربية مصر التي تحملت وخرط حروب ولكن الان بيتنكر لها ناس بتتنكر لمصر ناس بتجري على اردغان بيترموا في احضان اردغان وانا بقول لحماس اللي موجودين في مصر وحماس اللي مش موجودين في مصر وبقول لحماس اللي موجودين في قطر وحماس اللي موجودين في تركيا وبقول لي السلطة الفلسطينية والمنوئين للسلطة الفلسطينية واللي خرجوا من رحم السلطة الفلسطينية واللي عايشين واللي ميتين بقول لهم يا جماعة مصر لا تستحق إلا كل تقدير مصر لا تستحق إلا كل خير اللي حابب تركيا باسأله سؤال واضح يسأل نفسه في المراي يبص لنفسه في المراي ويسأل ماذا قدمت تركيا للقضية الفلسطينية اشرحوا لي يقولولي انت تحرك الجيش المحمدي اللي هو الجيش العثماني اللي هو الجيش التركي للنجدة والإفراج وتحرير المسجد الأقصى قلوا لي قلوا لي ممكن أنا مش عارف يعني أنا عايز حد يقول لي عايز حد يقول لي تحرك الجيش التركي إلى سوريا لغاية ما خرب شمال سوريا واحتل عفرين واحتل طالبين واحتل عيد احتل كل هذا وجري الجيش التركي الجيش المحمدي بسرعة عشان يخرب في ليبيا ويعمل وبسرعة الجيش التركي يطلع الأزربيجان يقول لك عن دافع عن الإسلام قال لا هو الجيش التركي ما عندوش خارطة فلسطين هو الجيش التركي ما عندوش البصلة اللي توصل الجيش والمعدات والفرقطات والسفن إلى إسرائيل إلى تل أبيب إلى القدس هم ما يعرفوش العنوان هو العنوان تاه عنهم ما هو الناس اللي ما بتفكرش بيقولوا أي كلام هم بيقولوا تركيا مع القضية الفلسطينية وتركيا مع الدولة الفلسطينية وتركيا ضد إسرائيل وضد أمريكا والموت لأمريكا والموت لإسرائيل ماشي يا سيدي هسدقك طيب انت عملت إيه للخدس اتحرك حركت البوارج بتاعتك حركت السفن بتاعتك حركت عسكري واحد عندك أطلقت رصاصة واحدة مش دعوة للحرب أنا بقول الناس اللي مصدقة الخطاب التركي والخطاب الحمساوي واللي هو الخطاب الإخواني حتى خطاب السلطة ماذا قد دمت تركيا للقضية الفلسطينية على أرض الواقع سيفكم الكلام كله بتكلم الكلام كتير والكلام بفلوس الكلام ببلاش تكلم يا عم تسقط مش عارف أمريكا وتسقط إسرائيل والموت لأمريكا والموت لإسرائيل وعاش القدس الحر الأبي اقول لبقر للصبح ماذا قدمت للقدس ماذا قدمت للمسجد الأقصى ماذا قدمت للقضية الفلسطينية أنا بسأل أسئلة منطقية وبسيطة وبسيطة يعني تكاد تكون سطحية بس أعسى حد يجاوبني هم بتكلموا على مصر والإخوان المسلمين وزيون الإخوان المسلمين شغلين بره بتكلموا على مصر القضية الفلسطينية الحصار المصري ومصر ما عملتش والجيش المصري طيب ما مين عمل غير الجيش المصري مين عمل غير مصر مين قدم ضحايا ودماء وشهداء غير مصر حد يقول لي حتى الفلسطينيين اللي راحوا لبنان واللي راحوا لأردن أنا مش عايز أتكلم بس يا جماعة يعني مش عايز أتكلم في القصص دي أنا مش عايز أخش في القصص دي بس بقول تاني يا جماعة مصر دولة شريفة مصر دولة شريفة مصر دولة استطاعت أن هي تمر وسط كل هذه الأزمات محافظة على القضية الفلسطينية والكالي الفلسطيني ساعد الفلسطينيين ساعد السلطة الفلسطينية لكن أنا بقول في النهاية شعب الفلسطيني يعلم تمام العلم شعب الفلسطيني في جملاته يعلم ماذا قدمت مصر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني اللي بيقرأ وعارف تاريخ وأنا آثق في الشعب الفلسطيني عارف ماذا قدمت مصر أنا خلينا أقول هذا الكلام أنا زعلان أنا زعلان وأشعر به يعني جرح وطني لأنه عندما هرول الفلسطينيون سواء حماس أو السلطة إلى أردوغان أنا حزنت لأنهم رايحين يحتموا بأردوغان الكاذب الكذوب وهم عارتين هذا الكلام وأبو مازي النفسه عارف هذا الكلام عارف أن أردوغان راجل بيلعب بتلات ورقات لكن نروح واندغدغ مشاعر الجماهير ونقول رايحين تركيا اللي هي دولة الخلافة اللي هي بيحكمها أمير المؤمنين علشان يجي الخلاص وخلصنا من الاحتلال طب ماذا قدم؟ بقله بيحكم 18 سنة يا مؤمن 18 سنة ولا 19 سنة بيحكم تركيا ماذا قدم للقضية الفلسطينية؟ أنا بسأل خالد مشعل وبسأل إسماعيل هنية وبسأل محمود الزهار وبسأل خليل الحية وبسأل كل هؤلاء القيادات الحمسوية أنتم مصدقين أن أردوغان بجد بيخدم القضية الفلسطينية؟ لو أنتم مصدقين يبقوا ما بتفهموش لو أنتم مش مصدقين وعارفين الفولة والحقيقة يعني يبقوا بتتحكوا على جماهير الشعب الفلسطيني ما عنديش كلام تانا أقوله عموما أهلا بأي حد يجي مصر ومصر مع الجميع مصر مع الحق ولعايز يجي مصر يجي مصر ونتمنى المصلحة ونتمنى الصلح ونتمنى أن يبقى فيه انتخابات ونتمنى الخير للشعب الفلسطيني لأنني من شوية قلت مصر هتستفيد لما يبقى فيه على ربوع حدودها كلها وعلى مرمى حدودها فيه سلام فيه استقرار وفيه خير وفيه نماء وفيه رفاها والشعب الفلسطيني أنا ما أقدرش أفرق والله ما أقدرش أفرق بين الفلسطينيين والمصريين لأن العملية قريبا بعض جدا جدا ويعمى فلسطيني جوه مصر وبره مصر وفيه عالمة مصاهرة وتزاوج إلى آخرها الحالات للحاجات الإنسانية والحاجات الجماهرية والحاجات المجتمعية ده شيء ماشي في السياق لكن الساسة ربما بيتاجه اتجاهات أنا بقول سيحاسبهم التاريخ على هذه الأوقات التي ضاعت هذا الوقت الذي يهدر من القدالة الفلسطينية ويعني شغلين يقول لك أصل مصر مش وقفة مع القدالة الفلسطينية بالشكل اللي الفلسطينيين ده لا لا من قال هذا كلام طول عمر مصر وفي كل المحافل الدولية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 67 على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية مع حق الفلسطينيين في العودة مع تعودات على كل ده احنا حافظينه ده احنا حافظين 4-2-4-2 واحنا لسه منذ نحومة أظافرنا الخلالة الفلسطينية دي احنا شغلين عليها ده في المكون الوطني للطفل المصري فلسطين المكون الوطني للشاب المصري القدس المكون الوطني للإنسان المصري تحرير الفلسطين والدولة الفلسطينية والآخر عموما يعني نسأل المولى سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أنه ينجح الفلسطينيون في لم شملهم وتاني بقول مصر أنا متأكد وأنا واثق تمام الثقة لم تتأخر مصر لحظة في مساندة القضية الفلسطينية ولم تغيب عن مساندة القضية الفلسطينية لكن لن تقبل مصر أبدا أبدا أنه يتم الاعتماد على قطر وتركيا مش عشان يحلوا اللي عايز يحل يحل والعايز يروح يحارب يروح يحارب لكن ما فيش حد يخصم من رصيد مصر التاريخي أبدا لن ينجح أحد في خاصم أي قدر قنمولة من رصيد مصر التاريخي في القضية الفلسطينية ولن يستطيع أحد أن ينكر ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية إحنا مش بصدد أن إحنا نعمل كشف حساب معاذ الله ومصر داله أكبر من كده بكتير إحنا بنذكر فقط أنا أذكر الإخوة في حماس أنتم أخطأتم أخطأتم عندما طرقتم أبواب أردوغان ظنا منكم أنه بيخدم القضية الفلسطينية أو إلهاء منكم للشعب الفلسطيني للأسف الشديد كان على حساب ملاسنة منكم عن الدولة المصرية القدس يا جماعة وتركيا وأنا الكلام ده يعني كلمتي في كتير في هذا المكان بيستخدم القدس كفزاعة للغرب وبيدغدغ بها مشاعر الناس في المشرق العربي أفلام بيعملها أردوغان لكن من ساعة ما أردوغان تولى الحكم وقبليه كان نجم الدين أربكان لهم جماعة الإسلام السياسي في التركية وأنا بسأل الله عملوا إيه عملوا إيه للقضية الفلسطينية لا ده فيه أنكة من كده ده أردوغان نفسه هذا المخبول التركي من كم يوم والله لسه من كم يوم قال القدس دي مدينتنا إيه قال آه دي مدينتنا نحن واللي أسسها سليمان القانوني أهو 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 أردوغان القدس مدينتنا ده سينين اللي جايباه والبلدة القديمة بناها السلطان سليمان القانوني لقى الرجل الجن زي ما قال ليبيا بتان أجدادي وقال حمص بأجدادي وحلب أجدادي ونقص يقول مش عارف إيه أجدادي أوه هات يابن هات تاني يابن أهو القدس مدينتنا والبلدة القديمة بناها السلطان سليمان القانوني لو قال القدس مدينتنا والسكي كنت أقول زي ما أحنا بنقول القدس دي هي درة التاج إلى آخر لا ده هو بقى بيرجع بقول لك لا ده جد اللي بناها ده مراسي طب يا عم روح حرر مراس جدك بدل ما تاخد جيشك وتطلع على ليبيا تاخد جيشك وتطلع على سوريا تاخد جيشك وتطلع على العراق تاخد جيشك يشك وطلع حرر قدس اللي انت بتقول بلد اجدادي بنها سليمان القانون الله اكبر ما هذا الوراء